موسيقى أهلا وسهلا بالجميع أصحاب المعالي النجوم الديوف اللي معنا السيد الإعلاميين أهلا وسهلا فيكم أنا نورة بدوي الرئيس التنفيذي للاتصالات بمجموعة الحبطور نتشكركم على حضوركم لا يجل أن تشعروا جميعا أن لديكم رصيد كبير جدا 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 في قلب ووجدان شعب الإمارات وأدعوكم جميعا باسم مصر وباسم المبدعين المصريين أن تحيوا معي من أحب مصر من كل قلبه يجلس بيننا اليوم شخص مصري الهوى ومصري الثقافة وداعم لمصر أدعوكم أن تحيوا معي السيد خلف أحمد الحبطور ما سترونه في الأيام القادمة مبادرة ثقافية كل الدعم لهذه المبادرة قام بها السيد خلف الحبطور ودعا الجميع لها أحيي الفنانين المصريين اللي أصروا الوجدان العربي وأصروا فيه حتى هذه اللحظة يرتبط الوجدان العربي بالوجدان المصري من خلال هؤلاء النجوم العزام فلابد أن أحيي الفن المصري قبل أن أحيي أي شيء سأحيي الدولة المصرية وممثليها من السادة الوزراء الموجودين بيننا السيد وزير الثقافة حاضرة بناء على تكليف وتفويد من السيد رئيس الوزراء بالحدود وبشكر السيد رئيس الوزراء وبشكر كافة الوزراء الدولة المصرية مؤمنة إيمان تام بضرورة وأهمية الفن أنا سعيد بهذا المشهد وبهذه المبادرة التي قامت على الشيخ الحبطور والصديق العزيز سيد النائب خالد يوسف مجموعة المبدعين المصريين مع السيد خلف يقدروا يعملوا الحلم اللي احنا بنحلم بيه ده لما تكلم عن أحلامه في أنه هو نفسه نغير الصورة النمطية السائدة عننا كعرب قدام العالم كله ونفسه يصحح المفاهيم أن احنا نقدم أفلام تهزب الوجدان بجد ترتقي بالحس الإنساني وتصحح صورتنا في الخارج دلوقتي هنستمع إلى بطل هذا الحفل السيد خلف الحط هذا اليوم يوم مبروك بإذن الله تعالى بحضوركم جميعا وأشكركم في الحضور وأشكر الأخي الأستاذ خالد يوسف والأخي الأستاذ خالد أبو بكر والجميع دعمي لموضوع الإنتاج السينمائي ليس من موضوع أن أتوقع مردود منه أو أتوقع أن الواحد يغتنم وراء محبة في مصر وشعب مصر وأرض مصر يجب علينا أن نرفع شوية ونشكر الفنانين والفنانات المصريين الموجودين الحقيقة أننا ربحنا الأستاذ خالد يوسف من أهم الناس الحقيقة في موضوع الفن وأتمنى بإذن الله أن نتعاون ونكون نتائج طيبة إن شاء الله تبرعت من نفسي أنا أني أوقف مع الأستاذ خالد يوسف أن نعمل هذا وندعم هذا لأنني عندي ثقة كبيرة في خالد يوسف أنه بإذن الله أن ينتج الأفلام الممتازة التي ترفع من مستوى سمعتنا العربية والإسلامية في العالم كله وإن شاء الله أن يوفقنا جميعا أشكركم شكرا جزيلا شكرا جزيلا